أعلنت لجنة الوساطة الأفريقية أن حكومة جنوب السودان والمتمردين المؤيدين لرياك مشار نائب رئيس جنوب السودان الذي أعلن الانشقاء قبل أيام اتفقوا على وقف لإطلاق النار مع استعدادهم لمحادثات لإنهاء القتال والتفاوض بأثيوبيا قبل نهاية المهلة التي فرضتها مجموعة الإيقادة الأفريقية لإنهاء القتال في جنوب السودان بين الجيش والمنشقين عنه أعلنت لجنة الوساطة الأفريقية أن الطرفي نزاع اتفق على وقف الأعمال العدائية في وقت حقق المنشقون تقدما ميدانيا باتجاه العاصمة جوبا وذكرت منظمة إيقاد أن المحادثات المقرة في أثيوبيا ستركز على كيفية مراقبة وقف إطلاق النار وحل المشاكل السياسية التي أدت إلى نشوب الأزمة وكان النائب السابق لرئيس جنوب السودان رياك مشار قد أعلن في وقت سابق تقدم قواته صوب العاصمة بينما أعلن أنه سيرسل وفدا للتفاوض في أديس أبابا مستبعدا لقاء مباشرا مع رئيس سلفا كير ووقفا فوريا لإطلاق النار من جانبها أعلنت خارجية جنوب السودان في وقت سابق أن وفدا حكوميا سيتوجه إلى أديس أبابا لكنها أوضحت أن كير لن يقتسم السلطة مع مشار يأتي ذلك في مواصل المنشقون إلى بلدة بور الاستراتيجية وأعلنوا سيطرتهم عليها بالكامل بينما نفى الجيش ذلك وكان الاتحاد الإفريقي قد هدد بفرض عقوبات على من يحرض على العنف ويعرق للجهود الدولية للتفاوض على إنهاء القتال المستمر منذ أسبوعين وذكر الاتحاد الإفريقي خلال اجتماعه في جنبي أنه يشعر بالقلق بعد مقتل أكثر من ألف شخص وكانت الدول الإفريقية قد أمهلت الأطراف المتحاربة للقاء أسلحتها وبدء المفاوضات وأعلن مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي أن المجلس يبدي نيته لاتخاذ الإجراءات الملائمة بما في ذلك فرض العقوبات وأوضح الرئيس الأغاندي موسيفيني أن دول شرق إفريقيا اتفقت على التحرك ضد المنشقين إذا رفضوا عرض الحكومة بوقف إطلاق النار اشتركوا في القناة